بسم الله الرحمن الرحيم ودخلت أنا وأبي على أبي برضة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلِّ المكتوبة فقال كان يسلِّ الهاجرة التي تدعون أهل أولى حين تضحض الشمس ويسلِّ العصرى ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيَّة ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعون أهل عتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صداة الغدات حين يعرف الرجل جليسة وكان يقرأ بالستين إلى المئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً ومباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ونفسك له شهادة الحق واليقين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله بلغ البلغ المبين صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجهم وعلى أزواجهم وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان لا يمدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه ونعود بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نسي لا تشفع من دعوة لا يستجاب لها قد رحمه الله تعالى عن أبو المنهال سياري ابن سلامة ابن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أجبرزة على سميل آخره أبو المنهال هذا من من التابعين وهو طبعاً تابعي وتوفي سنة 29 أو 200 قال ابن عبد البر رحمه الله لا أعلم عن لا أعلم له رواية عن أبي برزة أبي عبد الله برزة غير هذه الرواية لم يروي عن صاحب لم يروي عن الصحابة إلا عن أبي برزة هذه الرواية طب هو تابعي والتابعي هو من لقي الصحابة فالتابعون هم الجيل الذي بعد الصحابة ورأوا الصحابة ورأوا عنهم لكن أبو المنهال هذا لم يروي إلا حديثاً واحداً وعن أبي برزة فقط وهذا من النواد ركمها معلوم قال سيارة سيارة وسلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلامي فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة طبعاً المكتوبة هنا المراد الصلاة بمعنى جميع الصلوات فالألف واللام هنا للزرق ألف واللام للزرق ولهذا أبو برزة أجابه بالصلوات كلها لأنه عرف أنه يسعى عن جميع أوقات الصلوات حينما قال المكتوبة بمعنى أن الألف واللام للجنس أو للنستغراق وتعني جميع الصلوات ولهذا أجابه بما يعرف من جميع أوقات الصلوات أو بما حفظ الحقيقة بما حفظ الراوي لأنه قال نسيت فالراوي نسي ماذا قال له عن وقت صلاة المغرب فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس الهجيرة كما مر معنا وتسمى الهاجرة ومعنى مر معنا أن الهجر بمعنى الترك الهجر بمعنى الترك والهجيرة هي ساعة الظهر تسمى الهجيرة وتسمى الهاجرة سميت بذلك لأن وقت الهاجرة كما قلنا في الجلسة الماضية وقت الهاجرة هو وقت شدة الحر وفي وقت شدة الحر في العادة أن الناس يتركون أعمالهم يتركون أعمالهم فالهجر هو الترك فهم لأنهم يتركون أعمالهم من شدة الحر وغالبا يذهبون إلى القيلولة ويستريحون فسميت هاجرة لأن العمل فيها قد هجر وقلت لكم أنه في مصطلح بعض الأقالين في الجزيرة العربية أن التمر الذي يؤكل في الظهر يسمى الهجور يسمى الهجور لأنه يؤكل في وقت الهاجرة يسمى هجور فقال كان يصلي الهجير يعني الظهر التي تدعونها الأولى إذن ثلاثة الظهر لها ثلاثة أسماء الظهر والهجير أو الهاجرة والأولى قلنا أيضا في الجسر الماضية أن اختلف العلماء ما هي الصلاة الأولى هل هي الظهر أو الفجر وقلنا إن صنيع المصنف رحمه الله أنه يرى أن الفجر هي الأولى ولهذا قدامها في الحديث السابق في حديث عائشة قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه النساء إلى خيره فهو قدم المواقيت أو في حديث يعني المواقيت قدم الكلام على وقت صلاة الفجر ما يدل على المصنف يرى أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجر وهنا قال التي تدعونها الأولى بمعنى أن بعضهم يرى أن الفاء الظهر هي الأولى وسميت الأولى أيضا لأن أول ما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أوقات الصلاة صلى به صلاة الظهر وقال هذا هو ثم صلى بالعصر ثم صلى بالمغنى ثم العشرة ثم الفجر وقال له الصلاة بين هذين الوقتين صلى في أول وقت في اليوم الأول أول وقت كل صلاة الظهر في أولها العصر في أولها المغرب والعشرة في أولها والفجر أيضا في أولها في اليوم الثاني صلى في آخرها آخر وقت ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين المقصود أنه بدأ بصلاة الظهر ولهذا كان ما قال التي تدعونها الأولى وهذا سيأتي معنا في الكلام أيضا على الصلاة وسطى سوف يأتي في الحديث اللي بعد هذا الصلاة وسطى وما هي الصلاة وسطى هل هي العصر هل هي المغرب هل هي يعني الفجر إلى آخر سيتمي الكلام على هذا المقصود أنه قال هنا فقال كان يصلي الهجيرة أي الظهرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس تدحض يعني تتحرك الدحض هو الانزلاق بمعنى حينما يبدأ الزوال تبدأ الشمس بالزوال يدخل وقت اللهر لماذا؟ لأنكم كما تعلمون الشمس تشرق من المشرق ثم لا تزال تمشي متجهة إلى المغرب فإذا فإذا توسطت كبد السماء وصار ظل كل شيء تحته تذهب جهة المغرب يخرج الظل من جهة المشرق فأول ما يخرج الظل جهة المشرق هذا هو ظل الذي بعد الزوال حين يدخل وقت الظهر وقت الظهر يدخل حينما يبدأ الظل يتجه نحو يبدأ من جهة المشرق لأنه حين الشروق كان الظل جهة المغرب وكان طويلا ولا تزال الشمس كما هو معلوم ترتفع والظل من جهة المغرب يقصر من جهة الغرب يقصر حتى إذا توسط الشمس كبد السماء وكما تقول العرب أن تقول العرب قد انتعل كل شيء ظله بمعنى صار عند الرأس بمعنى لا يكون شيء ظل بمعنى ظل تحتك لا يمين ولا يسع ولهذا يقولون يعني عز الحر أو عز الشمس حينما كما تقول قد انتعل كل شيء ظله فصار ظلك كأنه نعلك بمعنى أنه تحتك تماما كما أن نعلك تحتق منك تماما لا يمين ولا يسع فالشمس هكذا حينما تتوسط كبد السماء هذا قبل الزوال هذا وقت نهي الصلاة في هذه اللحظة منهي عنها فهو من وقعت النهي وحالما تتوجه نحو الغرب ويبدأ الظل نحو الشرق يدخل وقت الظهر يدخل وقت الظهر وسوف ينتمع الشرق على وقات النهي وأنها خمسة سيف مات ومنها حينما يقوم قائم الظهرة يسمون يقوم قائم الظهرة بمعنى حينما تكون الشمس عمودية الشمس في كبد السماء عمودية ويكون الظل تحت الشيء لا يمينا ولا يسع لا شرقا ولا غربا قد انتهى من الغرب وقبل ان يتوجه الى الشرق هذا هو وقت الزوال اذا زائت نحو الغرب ظهر الظل نحو الشرق فقوله حين تدحض يعني حينما تزول فحينما تدحض الشمس يدخل وقت الظهر يدخل وقت الظهر هذا معنى قوله كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس قاله يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة إلى آخره قلنا لكم في الجلس الماضي أيضا أن أوقات السلوات ليس بينها فاصل حال ما ينتهي وقت الظهر يليه مباشرة وقت العصر من غير فاصل وحال ما ينتهي وقت العصر يليه المغرب مباشرة وإن كان الفاصل غرب الشمس لكنه ليس بينهما وقت فاصل وكذلك المغرب حينما ينتهي يدخل وقت العصر مباشرة والعصر كذلك إلى الفجر ليس بينما بين الظهر والفجر فاصل الفجر ينتهي إلى طلع الشمس ومن طلوع الشمس إلى الزوال هذا ليس فيه شيء بمعنى لا ليس فيه وقت لفريضة فالصلاوات الأربع ليس بينها فاصل الظهر العصر المغرب العشاء الفجر لكن من الفجر إلى الظهر لا موجود فاصل وهو ما بين طلوع الشمس إلى زوالها هذا وقت فاصل وقت فاصل بين الظهر وبين الفجر وهنا قال ويصلي العصر طبعا ذكر علاما أنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وسوف يتبع التفاصيل أيضا إن شاء الله قال ويصلي العصر ثم يرجو أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية بمعنى أن الشمس أن العصر يصلى في أول وقت خلافة اليابي حنيف رحمه الله الشمس حية بمعنى لازال ضوءها قويا أبيض لازال بمعنى لم تختلط به الصفرة لأن نجد كما تعلمون العصر حينما يعني يمضي بعض وقت العصري تبدأ الشمس في الصفرار حينما تتوجه نحو الغروب حينما تتجه الغروب يبدأ شمس نورها يصفر بمعنى يبدأ في الضعف إلى أن يضعف ثم تغيب الشمس في الأفق فهو يقول هنا الصلاة إنه يصلي ويرجع أحدنا إلى رحله يعني إلى منزله في أقصى المدينة يعني بيته ليس في جانب المسجد لا في أقصى المدينة يعني يصلي النبي صلى بصلاة كما هو المطمئن أربع ركعات ويصلي ويسلم ويصرف الناس يقول وبرزه فيذهب أحدنا إلى أقصى المدينة منزله في أقصى المدينة ولا تزار الشمس قوية لم يبدأ السفر مما يدعى أنه كان يصلي في أول وقته مبكرا وأن وقتها الفاضل هو حينما تكون الشمس قوية بين أبو حنيف رحمه الله يرى أنها تؤخر قليلا وكذا الفجر عنده أنها تؤخر إلى الإسفار ومر معنا هذا في أجلسة الماضية فالشيخ ورد هذا الحديث ليدلل على أن الصلاة العصر تصلى في الوقت المبكر بمعنى وقت كون ضوء الشمس أبيض ونقي ولم يدخل في مرحلة الإسفرار قال ويصلي العصر ثم يرجو أحدنا يصلي النبي صلى ويصلي العصر ثم يرجو أحدنا إلى رحله يعني إلى منزله في أقصى المدينة والشمس حية بمعنى أنه لازال ضوءها قويا ونورها أبيض ونسيت ما قال في المغرب هذه جملة ولكلمة وقف عندها علم قوفا جميلا ولطيفا وهي ما يتعنق بالعالم مهد به فأبو برد السمي أو صحابه جليل و يعني هو الذي قال أسألك مرافقته الجنة قال سيت بمعنى لم يتردد أن يقول لسيت قال ولم وهذا هو الذي ينبغي لطالب علم أن لا يتردد في أن يقول لا أدري وليس في هذا من قصده ولا عيب بل هذا قوة وهذا دين وهذا يعني ورع وخوف من الله عز وجل لماذا لأن القوة على الله بيعلم من كبار ذنوب رز وجل يقول قل إنما حرم ربي الوحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والحق وأن تشركوا بالله ما لم نزر به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لفعله والعلم رأوا أن في هذه الآية ترتيبا قل إنما حرم ربي ألف وحش ما ظهر منها ومط والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم نزر به سلطانا وأن تقولوا على الله فجعل القول على الله بغير العلم بعد الشرك كان أعظم من الشرك أعظم من الشرك فينبغي لطالب علم وبخاصة المبتدئ أن يتعلم هذا الأدب وأن تربى عليه وأن يملأ فما هو من قول لا أدري فعدم كما يقول علماء عدم القول بلا أدري تنقطع به أناق الرجال فينبغي أن يتربى العالم وأن لا يتردد ولا يتورع أن يقول لا أدري لأن القول على الله بغير العلم كبير من كبار ذنو ولا أدري لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري أن يتعلم أن يتعلم أن يقول هذا غالبا لا يبرك الله له ولا يضع له القبول بل لعله أن لا يفتح عليه بينما إذا ظهر عليه أو أعانه الله عز وجل ووفقه للورع ولعفة اللسان والبعد عن الجرأة على الفتوى وجرأ على أن يقول عن الله وهو لا يعلم فهذا من توفيق الله له ومن بركة علمه بل يعني يعطيه علم ما لم يعلم ولهذا قال الصحابة دعوان قال ونسيت ما قال في المغرب وسوف يتمر معنا أن المغرب إذا وجبت الشمس أنها إذا وجبت بمعنى أنه إذا غابت الشمس دخل وقت في المغرب بمعنى غاب كل قرصها تابد أن نغيب قرص الشمس جميعه وإذا غاب قرص الشمس واختفى في الأفق حينذن دخل وقت المغرب لكن هنا الصحابة قال نسيت نسيت ما قال في المغرب وكان أظن الذي قال نسيت أبو المنهال أبو المنهال هو الذي قال نسيت وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة العشاء يدخل بعد غياب الشفق الأحمر علومها الشمس إذا غابت يكون النور قويا ثم لا يزال يضعف ثم يحمر إذا غاب الشفق الأحمر حينئذن دخل وقت العشاء قال هنا وكان يستحب النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يتمنى بعض الحديث في هذا وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها وحيث بعدها سنأتي على هذا كل إن شاء الله قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة العتمة من أعتم أي دخل في العتمة والعتمة هو الظلمة العتمة الظلمة وتسمى العشاء العتمة تسمى العشاء العتمة ولكن جاء حديث النهي عن أن تسمى العتمة وجاء حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأسمى العتمة أما حديث النهي قوله صلى الله عليه وسلم لا تغربنكم العراب على اسم صلاة العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها العراب يعني تعتم بحلاب الإبلي بمعنى بمعنى هم يعتمون بمعنى ينتظرون حتى يدخل الظلام أو حتى قد يكون بمعنى يغطي الظلام الدنيا ثم يحلبون إبله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمعون هذه العتمة لأن هذه العتمة هذا من مصطلح العراب لأن هم الذين يعتمون بمعنى يتحينون أو يتحرون الظلام ليحلبوا إبلهم فهو قد يكون فيه نوع من الذنب ولهذا ولهذا العلماء قال حينما يعني تتبعوا لفظ الحديث أو فقه الحديث قال لا تغلبنكم فحينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم فيه تحفيز للصحابة يعني هذا حقكم لا تغلبنكم يعني تحفيز كأن الذي تفعله العراب لا ينبغي أن تجارهم فيه أو على صلاتكم أيضا هذا حقكم لا يعني يغيره غيركم فأنتم حافظوا على المصطلح الذي جاء في القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنها في كتاب الله في من اسم العشاء هذا في كتاب الله في قراءة عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغوا الحل منكم ثلاثة مرة من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من ظهيرة ومن بعد صلاة العشاء فالعشاء نص في كتاب الله من بعد ومن بعد صلاة العشاء فمن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فإنها في كتاب الله العشاء فإذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى العشاء لكنه جاء في الحديث الصحيح أنه قال لو يعلمون ما في العتمة وصلاة الصبح ومن هنا قال العلماء أن هذا إما قول العتمة يدعى الجواز وأن أنها الكراحة أو لأنه في أول الأمر وقبل أن يستقر المصطلح العشاء والصحابة لا زالوا في قريبين من عهد الجاهلية وعهد مصطلحات الأعراب لكن الآن لما يعني ساد مصطلح المسلمين العشاء لا يظهر أن تقول العتمة فإنه فكانه قال العتمة بعدما استقر المصطلح عندهم وعرفوا أن العشاء قال لو يعلمون ما في العتمة وصلاة الصبح وهو في الصحيح المقصود أنه لا شك أن الأولى أن نقول العشاء لكن من قال العتمة الآن قد لا يعني قاعد خلاف الأولاء لكنه لا يصل إلى النهي الشديد أو إلى التحريم ولهذا قال التي تدعونها العتمة قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة بمعنى أن العشاء السنة تأخيرها ما لم يشق على الناس وسوف لعله يأتي في خبر عمر النبي تأخر ما خرج من الصلاة فذهب عمر إلى النبي السلام وقال يا رسول الله رقد الصبيان والنساء فاغتسل أنه صلى قال إنه وقتها ولولا أنا أشق عليكم وصلت هذا وقتها بمعنى أخرها إلى ثلث الليل أخرها إلى ثلث الليل ولهذا قال هنا وكان يستحب أن يؤخر من العشاء ولهذا حتى في عبارة الصحابي دقيق أن يؤخر من العشاء ما قال أن يؤخر العشاء مما يدل على أنه التأخير خفيف وتأخير مراعى تأخير مراعى بما ليس قطعا بالتأخير وإنما يؤخر من العشاء فالتبعضية هذه تدل على أن التأخير إن صح التعبير قد يكون على استحياء فالأصل لا شك التأخير أفضل إذا كان لسان يصلي نفسه أو كان معه جماعة يتفقون متفقون على التأخير أما الأصل لا أنه ينظر ما لا يشق على الناس وكان يستحب وأن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث وكان بعدها قبلها قبل صلاة العشاء أو وقت العشاء صلاة العشاء بمعنى لو أخرت لو أخرت العشاء ما يكره أنه قبلها لو فرض الآن صلاة دخول وقت العشاء مثلا الساعة ثمان مثلا أو سبع دقائق مثلا هذا العشاء لو أنك أخرت إلى ثمان ونص أو إلى تسع لا يكره النوم قبلها تنام النوم قبل العشاء أما لو أخرت ما فيش كهل بمعنى أنه فعلا قد تؤخر إذا كنت مثلا مسافر أو كنت مع جماعة متفقون وأخرت نص ساعة ساعة ما مشكلة لأنه إلى ثلث الليل هذا وقت فاضل كله وقت فاضل والتأخر أفضل إلى ثلث الليل أفضل إذا تيسر فالمقصود النوم قبل قبل صلاة العشاء وليس قبل وقت العشاء وكذلك الحديث بعدها بمعنى كما قل لو أنك وصل إلى الساعة تسعة فتتحدث قبل يعني قبل تسعة ما فيش كان لكن بعد لما تصلي هذا هو الحديث المكروه وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها هذا طبعا لا شك أن يعني أخواني ديننا منظم والالتزام بالتنظيمات ولسيما الدينية هذا من التوفيق ومن ومن البركة ولهذا توزيع أوقات الصلوات توزيع عملي توزيع على أوقات فترة ما ينبغي الفترة التي ينبغي أن يعمل فيها الإنسان من الفجر إلى العشاء هذا وقت عمال لكن الصلاة تتخللها استراحات ولهذا ذروة العمل من الفجر إلى الظهر هذا قمة العمل ولهذا طويل طويل الوقت من بين الفجر إلى الظهر وهو نصحة التعبيد الوقت المنتج وكذلك من ظهر العصر وقت المنتج لكن يأتي الظهر للراحة ولي التعلق من الله عز وجل حتى لا تشغل كالدنيا وهمومها ومطالبها كذلك العصر غالبا وقت عمل وجد لكنه أيضا إلى المغرب المغرب من العشاء هذا قد يكون وقت رحى وقت عشاء وقت نحو ذلك أو تهيئ للاستراحة لكن الغالب أن من الفجر إلى المغرب هذا ذروة عمل كله ولو أن الناس التزموه أولا دينا وصحة وعملا وإنتاجا هذا ولهذا قال يكره الحديث بعدها في معانا ينبغى أن الإنسان يلتزم يلتزم بالمواعيد الإسلامية والمرتبة لا يتزم فقط المرتبة الإسلامية ومرتبة حسب طبيعة البشر وتعلمون أن كل نس نادي تقول أن النوم في الليل هو أصح وما يأخذه الجسد من الراحة وأيضا خلاف الجو جو الليل غير النهار والأشياء الموجودة في البيئة الليلية غير الموجودة في البيئة النهارية البيئة النهارية بيتعمل وبيئة الليلية ولها كما قالوا في سؤال الأكسجين وغير الأكسجين الآخرة كلها تختلف يختلف ليلها عن نهارية ولها إذا نام الإسلام في الليل نوم الليل صحته واستفادة الجسم منه وأخذ القصة الكاملة من راه غير نمو النهار ولهذا قال كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ويجلس ويجلس على الانضباط وعلى دقة في التزام بالموعيد ويجلس بالأوقات أولا لعملك ولا صحتك صحتك في الراحة وحاجتك في العمل فلها كان يكره النوم ما قبلها والحديث بعدها وإن كان العلم ذكروا أنه لا معنى إنسان يسحر في الليل إذا كان لمصلحة ولهذا كان نقل نبيكا بعد عشاء قد يجلس مع أبي بكر ومع عمر ومع الصحابة إذا كان هناك عمال تتعلق بمصالح الأمة فلا مانع وقالوا أيضا حتى حديث الرجل مع أهله حديث الرجل مع أهله بعد العشاء أيضا هذا لا شك أنه فيه خير وفيه مصلحة وفيه يعني حسن عشرة فيه حسن عشرة فمثل هذا لا معنى منه أما السهر الذي يعني ليس من ورائه نفع نهيك إذا كان السهر أيضا قد يضر أو حتى فيه من الملاهي أو فيه من المحرم هذا هو السهر المنهي عنه قال وكان يكره النوم ما قبلنا وكان أيضا قال يطالب العلم إذا كان يحتاج يذاكر أو يقرأ أو يراجع هذا لا معنى منه ونهيك الذي يقوم أيضا ويصلي من الليل هذا أيضا من أفضل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وكان يكره النوم قبله والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداء هذا الفجر يعني هذا وقت فجر وقت فجر هنا قال ينفتل من صلاة الغداء هذا الفجر يعني حين يعرف الرجل جليسة وكان يقرأ بالستين إلى المئة أيضا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقتها كم مرة في الحديث السابق كان يصلي بغلس بينما روي أبي حنيف رحمه الله أنه يؤخرها إلى الإسفار يؤخرها إلى الإسفار ولهذا جاء الحديث أسفر بالفجر فإنه أعظم في الأجر حديث صحيح وتكلمنا عن هذا في الجلسة الماضية لكن هنا قال وكان ينفتل يعني ينتهي يسلم أو ينصرف قد فرغ من الصلاة من صلاة الغداء حين يعرف الرجل الجليسة وكان يقرأ بالستين والمئة بالستين والمئة يعني في الركعتين ليس الركعة الواحد ستين والمئة في الركعتين كما ذكر العلماء بالستين والمئة يعني في الركعتين فكان يقرأ ويصلي ويسلم ولازال الوقت غبش لكن قال حين يعرف الرجل ليسة بمعنى بدأ النور بدأ النور لاحظ يعرف تليسة بمعنى جنبه لكن البعيد ما يشف ما يعرفه قد يكون البعيد لا يرىه ولهذا حينما قال في النساء بمرطهن قال لا يعرفونهم وفي الحديث السابق ثم يرجعن النساء إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس وهنا قال يعرف الرجل جليسة ما في تعارض بين الحديثين هناك مرأة متخمرة متخطي علي حجابها ما تعرف بمعنى ما تعرف هل هي رجل أو مرأة هل هي فلانا خديجة ولا فاطمة لا خديجة أو فاطمة حتى اللي متحجبة في النهر ما تعرفها إلا إذا كنت تعرف من قبل أو فيها ميزة كانت تكون عرجاء أو تكون يعني بدينة أو تكون بحيث لها صفات خاصة فالمراد هنا أنها لا يعرف لا يميزهن حيث رجاء نساء لأن دوني غلص بينما هنا لا يعرف جليسها لجنبه مو البعيد فليس هناك تعارض بين الحديثين ليس هناك تعارض بين الحديثين هنا يقول حين ينفتل من صلاة الغدات حين يعرف الرجل الجليسه وكان يقرأ بستين المهكم وقلن يقرأ هذا مجموع ما يقرأه في الركعتين هو الستون والمئة والله على وصلى الله على محمد وآله وصحابه وسلم ترجمة نانسي قنقر